سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا بنا نصلح بينهم رواه البخاري اشتركوا في القناة سعد رضي الله وبركاته أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في رحاب برنامج والصلح خير عدنا إليكم والعود أحمد في هذه السهرة المباركة من قناة القرآن الكريم خامسة الجزائر وسط هذا الفضاء الإعلامي لقناة القرآن الكريم في مجلس صلح نجلسه مع الأحب الكرام نستمع إليهم ونستوعب مشكلاتهم قضاياهم وخلافاتهم ونزاعاتهم في برنامج والصلح خير على مدار ساعة كاملة من عمر المباشر ونتعمى عنه في هذه الآية الكريمة من ذكر الله العزيز الحكيم والصلح خير التي تعيش معنا ونعيش معها من خلال حلقة برنامج والصلح خير نجددها بمختلف القضايا التي تعيشها الأسرة والمجتمع ونستمر معكم من خلال هذا العنوان الكبير فريدة من الله في جزئه الرابع واليوم سنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية ألا وهو المناسخة أو المناسخات إذن باسمكم جميعا أرحب بكل من يتصل بنا من يتواصل معنا ومن يلتقطنا عبر الأقمار الإصطناعية ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة دكتور سعيد بوزري الرجل المصلح والمختص في الشريعة وفي القانون السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك دكتور؟ الحمد لله أنت بخير؟ الحمد لله دكتور ربي دو مني عليك إن شاء الله دكتور إذن نتواصل مع المشاهد الكريم من خلال هذا العنوان فريدة من الله في جزئه الرابع دكتور وكنا قد تحدثنا عن موضوع المناسخات في الحلقة الماضية بإشارة هكذا واليوم قبل بداية البرنامج كنا نتحدث مع بعضنا البعض لأن الموضوع يحتاج إلى التماعون والتركيز لأنه موضوع مهم جدا وفيه العديد من المسائل التي على المشاهد الكريم أن يتابحته المسائل التي تتعلق دائما بالموارد المناسخات في مسائل الميرض دكتور سعيد بعض العائلات دكتور سعيد قد تتأخر في تقسيم التاركة لسنوات عديدة بعد وفاة المورث وقد يمث ورثة آخر دكتور بعد سنوات أخرى ثم تتتعطل القسمة والتاركة هل نجد أنفسنا أمام المناسخات دكتور؟ وهل تعطيل تقسيم الميرض في ذل هذه المناسخات يؤدي إلى خلافات بين الورثة؟ أما بالنسبة لسؤال الثاني ما هي طرق حل مسائل المورث على المناسخات المتعددة وهي تطرح بقوة في برنامجي والصلح خير دكتور؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع أشهر المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أشهر المناسخات المناسخة في أصلها اللغوي تفيد التحويل تفيد النقل تفيد الإزالة هذا في الأصل اللغوي أما في الإصطلاح يراد به انتقال أو تحويل ميراث من مورث إلى ورثة ومن أحد الورثة أو بعض الورثة الذين ماتوا بعد المورث الأول إلى الورثة الأحياء فهذه العملية تسمى عملية النسخ أو التحويل وتسمى المناسخة منطقيا إذا مات أب مثلا وطرك أولادا وطرك زوجة هؤلاء الورثة الزوجة والأولاد لم يقسموا التركة أخروها إلى مدة معينة لمدة معينة أحد هؤلاء الورثة مات قبل تقسم ميراث المورث الأول إذن ذلك الورث في المسألة الأولى تحول إلى مورث هو مات قبل أن تقسمت تلك الأولى فنكون هنا أمام حالة مناسخة فالحالة الثانية تنسخ الأولى مع الاحتفاظ بالحسابات كما سيأتي البيان في حلقة اليوم وفي الحلقة القادمة وربما الحلقات لأن موضوع المناسخات المناسخات يعتبر من أعقد مسائل الميراث من أعقد مسائل الميراث لها هذه المناسخة المناسخة إذن هذا مفهوم عام للمناسخة أجيبك عن السؤال الأول قلت نجاة تعطيل أو تأخير قسمة هذه التركات هل يؤدي إلى حصول نزاعات الجواب؟ نعم من أسباب حصول المنازعات في دنيا الناس هو تأخير تأجيل قسمة المورث لو نأتي بالطريقة العادية بالوضع العادي مات شخص بعد أيام أو بعد شهور قليلة يجتمع الورثة فيقسمون التركة أولا الورثة لا يزال أحياء كما هم هم كلهم أحياء إذن هذه زوجة هذه أم هذه بنت هذه أحياء ثانيا التركة لا تزال على حالها خلى أرض مزلها كما هي خلى حانوت خلى سيارة خلى دراهم كل شي سهل قسمة عناصر التركة أو مجتملة التركة على هؤلاء الورثة بالفريضة الشرعية العادية نعم والعنوان الكبير في هذا البرنامج فريضة من الله وصفه خير عنوان فريضة من الله فريضة من الله كما جاءت في الآية 12 من سورة النساء إذن هذا الوضع العادي ولكن إذا مات أحد الورثة قبل تقسيم تركت المورث الأول هنا يحصل إشكال كبير الورثة الذي مات ترك ورثة أيضا الآن سنقدم بعض النماذج والتركة إذا أجلت أجلت يعني أجل قسمات أجلت قسمتها ستؤدي إلى منازل أعطي مثال شخص مات وطرك قطعة أرض وطرك دكانا وطرك شاحناتا مثلا يأتي أحد الورثة دون استشارة غيرهم الآخرين فيشيد بنيانا في ذلك الطراب يبني عمارة يبني مركز تجاري فيه دكاكين ما شاء الله محلات تجارية في يوم من الأيام حتى قبل وفاة هؤلاء ولو لم يبنت أحد من الورثة إذا أردوا القسمة بعد عشر خمسطاشر عشرين سنة أول إشكال يواجه هؤلاء يطرح عليهم ذلك الشخص الذي شيد تلك العمارة فوق تلك الأرض يقول للورثة الآخرين الذي يتحد معهم في المركز الشرعي والقانوني يقول لهم هذه الأرض أنتم شركاء فيها ولكن هذه العمارة أنا بنيتها أنا شيدتها نديروا عمليا حسابية إذا كل واحد منكم يصحل مثلاً ثلاثين متر مربع سوف أخصم لكم سوف أتنازل لكم في القطع الأرضية الأخرى عن هذه الأمطار وروحوا وديوها في المكان الأخر هم يقولون لنا يرفضون يقولون له كل ما شيد فوق هذه الأرض نحن لنا نصيب لأنك اخترت المكان التجاري المناسب اخترت من الأرض المكان المناسب للتجارة وأقمت وشيدت هذه البنيان كأنهم يقولون له لو لا هذه الأرض ما استطعت أن تشيد أن تقيم هذه البنيان فيقول بأي حق أنت تستأثير بهذه القطع الأرضية الصالحة للتجارة وقد ربما يكون استثمر هذا البنيان هذا المركز التجاري أو هذا العمارة إما في الإيجار في الكراء ولا في استثمار تجاري استثماري لمدة عام من ثلاثة أربع سنوات وربما يكسب ملايير أربح ملايير نعم وهل لهم الحق في أن يحاسبونه بهذه الأرض طبعاً طبعاً حتى أنا هنا الإشكال أنا سخة صعبة جداً كنا هنا نزاع نعم هم لهم الحق أن يحاسبوا هذا الأخ يقولوا بأي حق أنت تستأثير بهذه الأرض واستفت واستثمرت إلى آخره على حسابنا هو يرد عليهم قائلاً هذا جهدي هذا عرقي فيبدأ النزاح وهناك منازعات كما قلت نجاة تطرح على البرنامج بقوة بشكل قوي جداً بشكل قوي جداً أو الأخوة ثايمات حرز التايمات وخاوة خاوة وتعاونوا على الخير المنطلق سليم لكي ننصف هذا المجتمع المنطلق سليم جدا ولكن هل هذه النية تظل صامدة أمام الأموال الكبيرة التي تجنى من قبل بعض الوارثة الذين استغلوا هذه الموارث مشكلة ما نقوله عن الأرض والعمارة نقوله أيضا هو أحد استغل شاحنة نعم نقول لنا بابا خلا شاحنة والشاحن يخدم بها في النقل البضائع إلى آخره يروح للصحراء يروح للولايات البعيدة ويكسب أموال كبيرة جدا يوم أن يقسم التاركة هو يقول لهم كل الشي اللي كسبتوا أنا اللي عارقت عليه بجهد أنا اللي صهرت وأن اللي سافرت وأن 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 ذنكي أعوز ذنكي صهار ذنكي نكسوفر ذنكي نكعث صح عنده الحق ولكن هم يقول وذرك الشاحنة هذه رك خدمتها رهي تعبت القيمة خسرت يوم أن مات الأب بالك قيمتها ستمية مليون نعم ذلك بالك تسوى مية مليون بالك قيمتها مليار ونص ذلك رأيت سوى غير بعمية مليون ثم أنت استثمرت استغليتها وحل ما استغلينا هاش استفدت منها ويبقى ويبدأ ويبدأ الصراح والنزاع لذلك إخواني هيوا أنفسكم نعم ونحتاجوا إلى منتهى التركيس منتهى التركيس التركيس حتى اللي رأي تعشع إذا كان ممكن يحط هذه المغرفة ويصبر معنا إذن أجبتك عن الشقة الأول نروحوا للشقة الثانية أنت قلت طرق قسمة المناسخات أو قسمة الموارث عن طريقي قواعد المناسخات نعطي نماذج مثلا مات شخص وبعدين نعطي مثال حصل في وقت كورونا سأرويه واليوم عذروني تكون مقدمة شوية طويلة طويلة نعم مثلا شخص مات هذه حالة من حالات المناسخات وهي بسيطة شخص مات وعقدوه خمس أبناء خمس أبناء فقط ما كان لها زوجة ولا يعني زوجة مات قبله كما نذكر شوية ثلاث معناها مات قبل نعم قل مات وطرق خمس أبناء بعد سنة مات الإبن الأول بقاوه ربعة بعد سنة مات الإبن الثاني لا سمح الله بقاوه ثلث أبناء بعد عامين مات الإبن الثالث هو ماتوا ثلاثا في الوقت كامل مقسموش التاركة يوم أن إذن بقي إثناني فقط أخوان أو إبناني حياني فقط نعم إذا حينما يقتسي مع هذا الميراث ميراث المورث عادي بسيطة لم يتغير شيء ما كيتغير هذه المسألة أنت عم مناسخة بسيطة لأنه كامل التاركة تقسم على رأسين بالتساوي ولكن هناك حالات أخرى نتعلم مناسحة لا يتغير الورثة بين المسألة الأولى والمسألة الثانية نعطي مثال على أن نعيدكم نعيدكم إن شاء الله في اللقاءات القادمة بدءا من اللقاء القادم يكون إن شاء الله هذا الأمر مسجل في الشاشة بش يسهل تسهل المتابعة ويسهل الفهم ركزوا معي فرضا مات شخص نسميه عمر بالمناسبة ذكر الأسماء مهم في المناسخات نعم سابقا كنا نقول بنت وابنه ولكن الآن لا الآن نغير الطريقة ندعونا بريفينج جماعي لازم ذكر الأسماء لأنه فيه مورث أول مورث ثاني لتعدد القبور نعم ممكن يكون قبرين ممكن ثلاثة ممكن عشر ممكن عشرين نعم قبل هذا اللقاء قلت لك النجاة الباري حاجة قضية فيها أكثر من ثلثمية وعشرة وارث وارث أكثر من ثلثمية وعشرة وارث وارث نعم كنقول هذا العدد ماذا تفهمون؟ تفهموا بلي هناك مناسخات ما عندناش حال آخر كيف أوصل هذا العدد إلى هذا هناك بعض المناسخات عجيبة عجيبة جدا جدا نعم الآن ركزوا معي فرضا مات شخص اسمه عمر طارك زوجة نسميها زينب طارك ثلث أبناء أحمد محمد كريم أحمد محمد كريم وطارك بنت اسمها فاطمة الآن حفظنا الأسماء مات عمر طارك زوجة تسمى اسمها زينب وطارك ابن اسمه أحمد وابن الثاني محمد ابن ثالث اسمه كريم وبنت اسمها فاطمة مثلا في سنة 1980 بالمناسبة هذه حصلت في كورونا نعم هذه حصلت في كورونا وقد قلنا لكم سادتي الأفاضل أن ما حصل في كورونا حصل في عهد عمر بخطاب في طاعون عمواس نعم يعني كان الصحابة يشرعون في تحرير الفرائض فريضة شخص قبل تمامها يموت أحد الورث نعم هذه مناسخة ثم يشرعون في تحرير الفريضة عن طريق المناسخة قبل تمامها يموت وارث آخر ويعيدوا كان وارثا صار مورثا مورثا تعدد القبر إذن ما أرويه لكم من أن حصل كالآتي إذن فهمنا المسألة ولكن هؤلاء لم يقسموا التالية بعد أيام قليلة مات أحمد هذاك اللول مات أحمد ترك زوجة وترك بنت زوجة أعطي لي أي اسم نجات نسميه حورية حورية وطرك بنت أعطي لي اسم البنت زهية زهية إذن حورية زهية أنا قلت اللولي أنت قلت ثانين نعم الآن يجيوا هذون الورثة الأحياء يقول ديرنا نفرض هنالن نقول لهم أول حاجة هذه مناسخة لماذا؟ لأنه المورث الأول عمر كي مات ما قسمتوش التاركة قبل ما تقسموا التاركة زاد مات أحد الورثة اللي هو أحمد وكي مات أحمد تارك زوجة اسمها حورية وطرك بنت اسمها زهية الآن تصوروا معي لأنه إن شاء الله اللقاء القادم بالصبورة بالشاشة أما الآن حاولوك زمعية فقط نقوم بحل المسأة الأولى كالآتي بالقواعد التي نعرفها الزوجة زينب كم تارث تارث من زوجها تارث الثمن الثمن لوجود الفرع الوارث الباقي كان ثلث أبناء كان أحمد محمد كريم وبنت اسمها فاطمة الباقي يقسم على هؤلاء طبقا لقوله تعالي الذاكري مثل حظ الأنثيين ثلث أبناء بالطبيق الآية يولي والستة مع البنت سبعة أصل المسألة ثمانية نأخذ مقام هذا المقام الزوجة لعين ميت يام نأخذ ثمانية ثمانية أصل المسألة الزوجة تارث ثمن ثمانية معناه واحد كم بقي بقي سبعة سبعة نشوف السبعة هذه نقسمها على الورثة عادي ما كان فيها لا انكسر ولا شيء لأن هناك ثلث أبناء ثنين 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 الآن الآن الفريضة الثانية هانا المناسخ مات أحمد قبل قسمة التاركة وطرك زوجة اسمها حرية وطرك بنت اسمها زهية ولكن في هذه الحالة المورث الثاني عنده ورثا تاع وحده وفي نفس الوقت هناك ورثا مشتركين ورثا آخرون يشترك مع ورثة المورث الأول المية الأول ولكن لازم نحدد بدقة صلة القرابة الموجودة بين المورث والورثة لازم نحدد صلة القرابة ونحتاج إلى التركيز لذلك ذكر الأسماء ضروري يساعدنا على الفهم وعلى التركيز نقول هذا اللي مت هو أحمد ترك زوجة اسمها حورية نصيبها الثمن لماذا لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت والبنت اللي هي زهية كم تارث تارث النصف من ميراث أبيها أحمد لماذا لانفرادها وعدم وجود عاصب تعالوا إلى الآن نبحث في الورثة تعلمية الأول ونشوف القرابة بينتهم وبين هذا المورث الثاني اللي هو أحمد نبدأ من الفوق زينب هي زوجة المورث الأول المية الأول هي زوجته اتفقنا ولكن الآن حينما نحدد القرابة بينها وبين أحمد هناك احتمالان قد تكون زينب هي أم أحمد وقد تكون زوجة الأب قد تكون أم وقد تكون زوجة الأب هذا ممكن ممكن مهما ماتت هو عود الزواج هو عادي ولكن نحن نخليه ونقل نفهم بالله هي أم بشي سهل الأمر أم إذن أضفنا الواري الثالث الآن للمورث أحمد إذن ترك زوجة اسمها حرية وطرك بنت اسمها زهية وطرك أم اسمها زينب نروح نبحث في الأخرين نلقى مزال فق مزال محمد وكريم وفاطمة هؤلاء كانوا أبناء الميت الأول والآن مع الميت الثاني تتغير صفاته تتغير صفاته واشي كون محمد بالنسبة إلى أحمد قد يكون أخا شقيقا إذ مرذيل ذي ما سشقيق وقد يكون أخا من جهة الأب هذا أيضا وارد ولكن نتبعوه طريق سهل نعتبره أخا شقيق إذن نزيدوه نضيفوه القائمة القائمة نقول أحمد ترك أخا شقيقا اسمه محمد محمد نروح للثاني كريم أيضا قد يكون أخا شقيقا وقد يكون أخا لأب نعتبره أخا شقيقا إذن وطارك أخا شقيقا هنا أخ لهي عنده صفة البنوة هنا عنده صفة الأخوة أخوة وفاطمة أيضا قد تكون أخا شقيقا وقد تكون أخا من الأب نعتبرها أخا شقيقا إذن هي أخا شقيقا لأحمد كملنا نظركوا الآن نديروا الفارضة الثانية ماذا ترك أحمد ترك زوجة صاحبة الثمن ترك الثمن لوجود الفرع الوارث وهي البنت نعم وطارك بنتا الزوجة اسمها حرية عندها الثمن والبنت وبنت اسمها زهية صاحبة النصف تنفي راضيها وعدم وجود عاصب نعم وطارك أم هنا الأم هي صاحبة السدس لماذا ترك السدس لسببين الأول لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت الثاني لوجود جمع من الإخوة لوجود جمع من الإخوة أو فرينا تارثوا السدس اللي هي زينة الآن نرجع للإخوة كاين محمد وكاين كريم وكاين فاطمة هؤلاء إخوة الشقة يارثون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين نروح الآن مرحلة أخرى نخرج أصل المسألة أصل المسألة كام أربعة وعشرين كنقارن بين الثمن يعني كسر تاع الزوجة والسدس تاع الأم العلاقة بين ثمانية وستة هي علاقة التوافق وقد شرحنا هذا الأمر سابقا بعد ما نجري جميع العمليات القوم اللي أصل مثلا هو أربعة وعشرين أتوقف هنا وما أصعب المنصف الآن أبدأ الخدمة يعني الشيء اللي قلت كامل هي مقدمات تبدأ الخدمة من الآن صعوبة في تحديد نعم لذلك يعني نحتاج إخواني أخواتي إلى منتهى التركيز هذا ما سنة تصدى له إن شاء الله ونشرحه في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر إن شاء الله دكتور كبداية توضحت الأمور في مقدمة هذا اللقاء بالتعرف بالمناسخات سنفهم أكثر وأكثر حينما تتعقد والدكتور سيحل هذه المسائل من خلال برنامجي والصلح وغير ولأننا نتفاعل معكم من خلال استقبال قضاياكم وعرض قضايا أخرى في حوزتنا في برنامج والصلح خير يقول سعيد المتصل الأول ببرنامج والصلح خير السيد عيسى سلام عليكم سلام عليكم مرحبا سيد عيسى مرحبا أهلا عيسى كيف ألك فيك تفضل أربي أحب كان شق ثاني سألت عليه الشيخ السابق ولكم ماذا بي لن تفضل شق ثاني فيما يتعلق ب إحنا عدنا إحنا بإشكال عدنا 42 قطار يعني إلي خلته يعني تتمنى الشيخ نافي هلا سألوا نعم يعيسى هكذا تقول للجمهور ما وردت ليش يا عيسى منهجيا الله يحفظك انت قلت روحوا للشق الثاني غير انت وانايا اللي تفهمي وصبر احنا في المورث يجب الدقة قلت حينما بدأت تدخلي الكلام قلت الشق الثاني شكو يفهم هالكالم غير انت وانايا ولكن حبينا يسمعوه الأخرين اللي يتبعو يفهموا بالأخ عيسى طرح مسألته في برنامج اللي سألوا نعم شكرا الآن اعطينا المعطيات باش يسمعوها ونكملوا لك الجواب ان شاء الله تفضل سيد نكمل اخوي عيسى نقلنا عندنا 16 ورثناها على جدانة بعقد هيبة في حياتها الآن جملة هذه تراجع يا عيسى يا عيسى انت قلت ورثنا بعقد هيبة لا لا ما تقولش هكا تقول ورثنا من جدة 16 اكتار والسلام طبعا ما عليش أنا ما عليش ما متمكن كما لا 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 سي عيسى لا لا هذه احنا فرصة نوياك نعم لان الجمهوران وذوق عائلة واحدة نحاولون تفهموا مليح يلا ورثة 16 هكتار من الجدة من الجدة نعم كمل ورثنا 26 احنا ربعة من امنا معنا اخونا هذا اللي من الام صح من الام ورثة 26 هكتار 26 صح كلي برك الورثة اشحال فيكم تومة احنا احنا ربعة يعني اخونا هذا الكبير اللي تقف عنده ربعة سنوات اربعة هذو اشيقا احنا ثلاثة من الام والام اذن ثلاثة اشيقا من الام صح ثلاثة اشيقا واحد من الام نعم وهو الكبير ياخ هو الكبير صح هكذا كمل هو في الحقيقة هو استغل هذه الاراضي لان احنا صغر عليه وكنا خارجين على الولاية ما كنا شفروا الولاية اللي كان فيها والله يرحموه استغل هذه مدة طويلة يعني السنوات تقريبا اكثر من تقريب تقريب خمسين سنة شابت ادخل فملاسخ ايوة هو تقريب خمسين سنة الاراضي وحنا بريضان احنا ما طلبنا منه هو ولكل الثاني الاراضي هذه عمره ما عطانا شي منها يعني وحنا ما طلبناش بالحقيقة يعني وحنا سامحي له دنيا واخيرة يعني برك الله وفيكم ماشا اكسجلت هدف نعم طبعا بعد انطلاق عاملية مسح الاراضي في الولاية نعم هو طلب منا باش ندير فريضة يواصل الازراءات التسوية لان الاراضي هذه وقع فيها شوية واحد الاشكال ومعن سعر كي هما نهار جاء ومسح الاراضي كان واحد قطعة داروها في المجهول وكذا ويدخل في الورطة لان امنا هي الورطة مفات لكن اخونا هو كان عنده قاعد مستندات احنا ما عدنا ولو ما عدنا حتى حاجة هو كان عنده كمش عنده وزايد على هذا لما راح دون الاراضي هذه كي دونها داروها باسمو احنا يعني هذه اكتشفوناها بعد ما مات لما رحنا للحفظ العقاري قالونا ما عدناش اراضي باسم هذي امكم اللي كذا ما عدنا لما عدنا امنا قالونا لا هذرا باسم اخوكم باسم اخوكم ادروا ادروا عندنا طيب لكن رغم عطينا الوكالة ودلنا الفريضة لما كان حي معطينا حتى نتجة الخطوات التي تنتعوا مع المصالح الأملكة الدولة والحفظ العقاري ما قالنا وانه هذي توفاة الله يرحم ورحنا يعني كل طيب بعد ما خلينا مدة هكذا ومبعد طلبنا من أولاده وقلنا لهم يودي الوسيق نضم للفريضة باش نكملوا العملية ونديروا القسمة الفريضة الأولى لازم تنضموا لها بابكم توفى تدوا الوسيق لعند النوثير اللي عملنا الفريضة الأولى والموثق ويدلنا وثيقة فريضة جديدة ودخلوا أنتم فلول تماطلوا لأنهم ممجع كبار يعني زوجين كلهم قال بعد رفضوا قالوا احنا ما نعرفوا ما نديروا ما احتشي تمطلوا ثم رفضوا طيب نعم وبغينا في هذا قد هكذا الوضعية سيد عيسى يقول لك احنا ما نديروش ما نديروش بالإضافة إلى هذا أيوه نشير شي واحد آخر الواصية أن الأراضي هذه هم كاين كلها ست صد قطع موجودين مش فيك نفس المكان احنا نعرف يعني قال هذه جاية في دوار فلاني هذه في دوار فلاني ولكن ما نعرف المساحة بالضبط ما نعرف المكان تحوين كاين ما نعرف الليميت نتحها ما نعرف هم بالعكس أولادو يعرفوه بس نحبوش يوررون ما يعطانا حتى شي طيب احنا رأنا في هذا الإشكال ما عرفنش أيين فيهم قال لك هم رفضوا ما نديروش ورام يستغلوا في الأرض هذه ورام يستغلوا في شغل استغلال غير شرعي في الحقيقة لأن الورطة مقدم واضح وروح للقضية الثانية الوصية هذه هي والوصية ركت ركت بارك الله وفكر ركت جاوبتني عليها في برنامج هل نصر ونحوص على ذرك احنا قاعد لهم من ذرك الحل طيب الحل ماذا بدا تعطينا الحل لكن احنا نحوص على جلسة الصلح باش نحل المشكل بصفة ودية وتبقى العلاقة ما بينه وبينه لا دخونا يعني علاقة عادية تسمع الجوا بارك الله فيك تسمع الجوا نعم شكرا العفو نحن في الخدمة سيد عيسى أم محمد من ولاية المنيعة سلام عليكم أم محمد سلام عليكم نعتذر طولنا عليك أم محمد تفضلي ما هي المشكلة سلام عليكم أم محمد تفضلي 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 بنتك بنتك تفضلي بنتك توفة بابها بابها اللي هو زوجك أطعونا مبلغ ذراهم وذوق ذراهم بننا بمسجن أم محمد إيه هذه بنتك توفة الوليد تحالي هو زوجك إيه وعطوكم ذراهم بنته بيه مسجد أيوة طيب نعم تفضلي وصلي قلتق في معلو محفظ ما عليش بنتك ذي محفظ ما عليش ولا دراهم هذون خرجوا باسمي من هلي هو رأس المل وفا تخرجوا لك خرجوا باسمك ولا باسمك وباسم بنتك إيه بنتك ثلاثة وأنا ثلاثة ثلاثة أو خرجوا باسمكم جميعا في أربعة إيه إيه كل واحدة أعطوها وحدها صح دراهم هذو تشاورتوا تشاورتوا إيه البضي خل المسكن كان يبني فيه وخله وأنا دراهم كملت بيهم الدار كملت بيهم الدار ولا بنتوا بيهم المسجد إيه بنينا بيهم خل بشي بيهم خل لبنا مسكن والدراهم ما دق عطيتهم شوية والأخرين بنيت بيهم شوية بنيت بيهم الدار شوية بديهم الجانع مسجد وانا بنيت بيهم مسكن لينا حلا وانسكن بنيت مسكن مسكن ماشي مسجد طيب بنت مسكن وليس مسجد حنا اسمعنا مسجد إيه منزل لينا حلا منزل مسكن نعم محمد إيه منزل وانسكن طيب وراء المشكل وراء المشكل هادوك بنيت بيهم أين المشكل ما هو المشكل أم محمد إيه محسن مقايش بشوف محسن ما ليش ولا كيفاش والصغيرة عطينا تسلك معايا أنا والدراما تورح أنا تصرف بيهم كان نحتاج كان تصرف بيهم أم محمد صغيرة بنتك صغيرة تسكن معاك إيه نطر داني لها شهرية تح معايا نطر داني لها شهرية تح معاك إنتي آلوه كيف وشهرية تح تقص بالدرام معاك نحسن نصرف بيهم واني نكمل بيهم بيهم البنيا لاني بيهم البنيا أنا نكمل فيها أم محمد بناتك لأخرين مزوجين مزوجات بنات صد ما زال يقرب وحدة كبيرة وزوج رام يقرب وغير هذيك اللي عندها شهرية معاك تصرفي من شهريتها تصرفي من شهريتها تصرفي وتكمل المسكن طيب واضح أم محمد من المنيعة أم يوسف سلام عليكم أم يوسف سلام عليكم سلام ورحمة باك عليك سلام مرحبا بك تفضلي أم يوسف ما هي المشكلة تفضلي أم يوسف أم يوسف سلام عليكم طيب ربما نقصي التلفزيون أم يوسف باش نسمعوكم من الهاتف إذا كان ما زالت معنا أم يوسف وي نقصي التلفزيون طيب تفضلي أم يوسف واشن هي المشكلة تفضلي معا الشيخ بوي زريق بالقبيلية ما نقدرش تفضلي أم يوسف تفضلي تفضلي سلام عليكم الدكتور عليكم السلام مرحبا لها السلام الله يسلم بغي ضدين أغيوث الحاجة القاعة يسرق إلى القاعة تفضلي لها السلام القمس القمس يسرق فرنسان ثم يسرق في غار يسرق في غار تفضلي يوسف التفضلي ثم يسرق إنه يسرق لما أني يسرق مستقبل القيام بتاتانو حوي ساعدها تعالى رقدو من ايكر ويني عوذاس البيع ويني مستجيزن دونين عوذاس البيع وانبعذ مايس عوذ البيع ويني تيس غنكن ايش كميت قدو من داكارني كونيش بالدي ذاكلاس انهي تودا هذا يقدر يأتي لكنا فمورفاقي لقائقي ويتس يغن اسم زورو ويتس يغن يوغيتي دجمام دجمام وذن تسا وحدز دجماز دجماز في فرنسا انتا ذي انتا دجماز يعني مناصفة النفس النفس يعني معوانا انبعده شوي ضران علمن اي عللك وقت في دجماز دجماز وانبعد مي قموط ومغاري دي زنزين انتا وري روحانا امتي على القدومين باللي في 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 زنزة اهه داجم دخل من مسوينة اي روحي على دطبلك في زنزة يعودة سلبيع مي سوينة ومغاري دي زنزين فهم اغة وينكسغن اي روح اي علي تقديم تفعي الدوك متقل داكراس إذا أراد أشعر الخدمان هات صردي ثري ليثا أم يوسف هات صردي الجواف إن شاء الله سبحي يتعيغي يتعيغي حاجة ثانية ثانية سؤال ثانية إنسي يدفكن النمر وإنك تعيغي الحاجة مهمة ماذا بغا تكتيدين يقاتي عينانيم ولا شباب لا لا ما لا حاجة للباطنة السر أم دفكن تليفون الإخوة يعطيوك تليفون الهاتف وكملي دار جني مورينا مياه نعم إنسي يدفكن خلاص أمثي يدفكن هذه عائمنا ربي اني سأول برائه أن يذويلت ان شاء الله ممكن خاطر عمرك ما عليش دسر برائه أن يذويلت ونحن نحفظ على أصلاح الأصحاب القضايا شكرا أم يوسف شكرا ونحن في الخدمة هل هناك اتصال أم فاطم أم أعلى سلام عليكم أم فاطم مرحبا بك أختي الكريمة في برنامجه عندي سؤال تفضلي قلت لك أنا أمو لبيتي متوفي عندي سكنة مع أخاوتو نعم نعم مورا كي مورا كي توفى بعوها أنا عندي طفلة قصر بعوها مور وفت زوجتاعة مورا وفت زوجتاعة وين رح تنتي قلوا لك عيطولي قلوا لي بلي سكنة بعناها قلوا لي كان هالي عيطولي وجدك وقتك ورواحي للنونت أغني تكاتبه أنا وجدتك وقتك و أنا توكل على بنتي القاصر أمم كي رحنا للنوطاق قلت سنين وقعي كي كي شدت الدراهم طاتل الموليس شدت سكنة طاتلها ربع ملايين وقالت لي أنا قلت لي أنتي بنتك دراهم ما تعطي حملك المحكامة نعم كمال فهمتين فهمت فهمت تفضلي قلتك عيط لك المحكامة عيط لك روحي حظري الجلسة ورحت عيط شهر عيطولي ورحت حظرت الجلسة بأتباعت السكنة بأتباعتها المحكامة المرة اللولى طولها 30 نعم 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 فهمت في السكنة قلت لي نعم 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 أم فاطمة دقيقة هل اتباع المسكن هذا بالمزاد العلاني فونتو زونشير ولا كيف اتباع اتباع في العلاني اتباعنا هي دخلوا في العلاني على كل حالة خلي وجود قصر نجاوبك ولكن خلي رقمك خلي رقمك أحسن أم فاطمة لأنه في مسائل في مسائل أخرى أخر اتصال أم دينا اتباعت مع الشيخ نعم انا روك هي كينها اللي بعت للمحكمة قبلت ملاحقة الشاك وقالت إيه وقاع وم بعد واحد الشهار حتى عايقت لي قاتلي لا لا درهم عن المحكمة ترديهم لي قاتلي اتباعت لكم تفهمت منهم يعاكم في اللول ضع ما دوك ما كان لزيتهم عني عن المحكمة ترجعهم لي من أجل هذا حبيت مزيد من المعلومات اي بغيت نفهم سبحان الله سبحان الله انا درهم هل تجي حمولها الشيخ سألت أهمي سألت نجاوبك ان شاء الله نجاوبك ام دينا من ولايتي زيوزو سلام عليكم اخر اتصال سلام عليكم ام دينا سلام عليكم مساء النور اخي الله ان شاء الله لكم قاعد خيار الحمد لله ام دينا تفضلي ما هي المشكلة حبيت مزيد على الدار هذي في مركة مدره قلت لكم هلقيت الدار خلتها جوزة لولادها ومبعد واحد من ولادها مات وكي مات خلت زوج ولاد وطفل هذيك هو المشكلة لما لأخر ما كاش مشكل ومبعد واحد من هون بيكافي قالوا لي لازم عطول الشغل تاعه وقع بش خرجوني بيبيعولي صحيح بيتم عرفي إذك 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 هزون الشغل ولاد هم حد دول لبخي والناس هذي نعرفهم جيران بسح بيتم زيد نعرف منكم إذك يتبع هزون الشغل ولاد إذا نقدم ولاد تقسوني كين واحد من الورث هذون من الملك اللي قاصر عنده قاصر سماجة إذك إذك قدري من المشكلة ولا لا لأ 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 هذا كل ما مات شعطة المسؤولية لوليد خو هذا مات بابه ووليد خو هذا عنده خو قاصر قاصر طيب إذك نقدم ولا هذو سبين جيران يعني كون ظاهر فيهم ما كاش هذا واش نوع قانوني نحب نعرف تقدر تخرج له هذا نعم واضح أمدينا شكرا شكرا واضح أمدينا نحن في الخدمة دكتور لذيق الوقت ربما نبدأ في الإجابة عن القضايا بالنسبة لي عيسى دكتور في أول قضية نعم عيسى نجاوب أركز معي يا عيسى أولا أرض الجدة ثم الأرض ضروق أعطيت النميم معلومات أدق يعني من الجدة 16 هكتار ومن الأم 26 هكتار وقلت هناك ست قطع أرضية ولكن قلت لا تعرفون لا أماكنها ولا تعرفون مساحتها ولا تعرفون حدودها سبحان الله أولاد أخوكم الكبير هذا يعرفوا كل شيء شيء طبيعي لأنه باباهم كان يستغل على مدار أكثر من خمسين سنة مناسخة يعني أمر عجيب لماذا قلت قبلها بالأصل هو طيبة ركع أعطيتنا ونموذج تيوري براتيكي يعني النظري وتطبيق أصل الأصل صحيح الأخوة والمحبة والإحترام ولكن أخوكم الله يرحم تجاوز كل الحدود هو يستغل الأرض هذه التي عندكم حق فيها على مدار أكثر من خمسين سنة ما يعطي لكم ولا شيء لا غل ولا شيء الأمر عجيب إذن هذا رقم واحد رقم الثنين أنه درت فريضها وقال كأعطينا وكأل وكأل لأخيره وكأل مديرية مسح الأراضي الآن أصبحت دمج بين المديريتين الآن أصبحت مديرية الولائية لمسح الأراضي وحفظ العقاري الآن في القانون الجديد كتبها باسمه وهذه كانت مفاجأ لكم بعد وفاته كأل رحت المديرية قالوا لكم هذه الأراضي لا جدتكم ولا إماكم ولا أنتم ولا شي باسمه وشركائه حتى هذه الكتابة فيها مفاجأتان تكتبها باسمه فقط بأي حق علش ما كتبش خاوته لأنه هذا الأصل في المسح الكاد يبني على التصريحات لديك الأراضي وكيقول بلي هذه الأراضي انتع فلان 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 عادي ويخرج هذا الدفط العقاري وهو سند للملكية عادي وثيقة وثيقة ثبوتية سند رسمي هو اكتب باسمه وشركائه ذلك خايفين مملي سوربريز مفاجأة خراه بل يجيوا الشركاء لاخدموا معها الفلاحة يجيوا يقول نساله نساله هناك إشكال كبير وأكيد لازم تلقاه يا سي عيسى لازم تلقاه وجها لوجه في هذا الموضوع مع توفير الوثيق اللازمة اللي عندك على الأقل طيب بعد وفاته ندركوا الآن بعد وفاته بدلتوا الريحة لأخرى أنه طلبتم الأولاد انتاعوا الله يرحمه اش ديروا فارضة جديدة طبعا هذه مناسخة هذه مناسخة انت قلت تماطلوا ثم رفضوا تماطلوا وبعدين رفضين وهم راهم يستغلوا بطريقة غير شرعية أولا أشكرك يا أخي سأبرك الله فيك كي قلت باللي احنا سمحنا الخونة هذه قوة قوة كبيرة هذه ربي جزيكم خير ورغم أن نستغلها أكثر من خمسين سنة هذه رقم واحد ونقطة الثانية اللي درتها أعطيك الصحة قلت احنا حبينا نحافظ على أخوتنا ونقسم قسمة ودية بارك الله فيك ولكن السؤال المطروح أنتم عندكم هذه النية دائما نقول في الصلح خير لازم اجتناع إرادتين لازم هك أو مجموعة إرادات رب رب قال في صورة النساء لا يخمسة وثلاثين والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أنت مع أخوتك أراضيين وسمحتوا ما شاء الله وبغيتوا تفريوها بطريقة ودية أعطيكم الصحة ولكن طرف الأخر شكون هما ولا دخوكم من يماكم الكبير وش تديروا هنا أولا ارسلوا لهم الناس ليقدرهم بلك خوالهم بلك حبابهم بلك جيرانهم بلك إمام من تعل الحي لا ندري إذا كان هذو راحوا ليهم يقنعوهم يقولهم اتقوا الله باباكم راه غلط وزيد توفى أنتوما لازم تكونوا أبطال كيف البطولة هذه وانتبعان أنه خاصة نراكم أنتوما بغيين الصلح بغيين قسم الودية أروحوا تدري اجتماع يحضروا بنتكم أهل الخير وأهل الصلح وتفريوها بطريقة ودية اتفقنا هذا ما كان وين لازم تحتاجوا خبرات شوفوا خبرات وين ما تحتاجوش وديروا فريضة مع الموثق يدلكم الموثق الفريضة والسلام وعليكم السلام وينتهي الإشكال ما كان شحل آخر يا عيسى لكون ما يقبلوش آه نقول لك اتروحوا للمحام للقضاء مجباري للقضاء والقضاء يفتح تحقيق وفي خدمة كبيرة نقول لكم شروح الله جيستيس ولكن ماذا نعمل نقول لك ربي يهدي ولا دخوكم باشي قبلو الصلح وتفريو القضية وهي القضية سهلة ولكن كتلة وكتلة واحدة هلت هذه القطعة الأرضية اللي مكتبة مجهولة هلت قلت قطعة من القطعة مكتبة مجهولة إذن حتى تتحل كل شيء تتحل الشرط الأساس هو التوافق والصلح وخير وحنا نستعدين للأخي نقدموا أي خدمة نقدروا عليها هذا وش نقدر نقول لك على الهواء مباشرة يعني نوقف معكم ولكن شكون اللي يروحوا لهذه شوف كيما قلت لك من ترسل إلى هؤلاء إن شاء الله يرضاوا وربي يفري على خير واخوكم سمحتوا له وربي يرحموا برحمة الواسعة إن شاء الله ربي يفري مشاكلنا جميعا عاجلا لا آجلا إن شاء الله دكتور أم محمد من النعاء لتوفى زوج وعندها البنت وخلد رحم دكتور وبنت بهم المسكن وعندها البنت هذيك لتعاونها يا أم محمد أنتم ما تشاورتوا دركوا الآن شوف كي يكون الإرادة كان واحد المبدأ اسمه مبدأ السلطان الإرادة ما عرفوه مبدأ سلطان الإرادة المهم يكون تراضي إذا كان تراضيتي مع ابناتك ودراها ما ذوك بنتوا بها مسكن وكذا ودرك البنتك صغيرة تعيش معاك وركي تصرفي من مالها عليها وعليك عادي إذا كان بالتراضي ما كان حتى إشكال هذا ماش نقدر نقول يعني المهم يكون تراضي لأنه أنت الولية عليهم الآن مدام زوجك مات أنت الولية عليهم ضرعي المصلحة تحهم وتحفظي على أموالهم يعني المال اللي عندهم تحفظي على المينح اللي عندهم تحفظي عليهم ولكن لا حرج شرعاً ولا قانوناً أنك تصرفي من هذه الأموال ولكن كما قال ربنا عز وجل بالمعروف يعني كل حاجة بطريقة معقولة هذا ماش نقدر نقول في ضوء المعطيات اللي أعطيتها لنا يا أم محمد أم فاطمة من وليت عند دفلة توفى زوجها دكتور أم فاطمة من عند دفلة توفى زوجها أم يوسف أم يوسف معاً أم يوسف ذغف يا أم يوسف ذغفل يعني هذو اللي كان يا نجات اللي يدير واحد العجب نعم يبيع مثل مسكن لواحد قبل ضرهم قبل ما يجي هذاك يرح يبيع الواحد أخر نفس الشيان بعت قطعة أرض معها وبعد يجي ولي ذوب مشكلة كبيرة لذلك موضوع العقارات طرحنا العديد في العديد من الحلقات موضوع قضايا العقار ولا ينتهي سبحانه هذا العقار اللي دار العجب في المجتمع بالمناسبة مشغل في الجزيرة يعني جاءت قضايا حتى خارج الوطن بالمناسبة قضايا في العقار حتى من المجتمعات الأخرى طبعا الأمر بيننا وبينهم ولكن هي قضايا متشابهة الإنسان في النهاية هو الإنسان وهذا هو الإنسان طبيعته غريبة يحب العدلة مظلوم ويبغضها ظالما يقول سهل بقية دقيقة ونس دقيقة ونس قال أم يوسف يا أم يوسف أشامي نير ثورة أين يخذ مكا ذو البطل أتوالي ممكتس فرمسي الخير سنتشي قام مرق في النرا عن طريق المحكمة أتصروح مغالله جيستيس والمحكمة أتخذ ملونكت أين يخذ مميس بمغاراقي وري جزال الذي الشرائط وري دي القانون أمكا سيعوذ البيع وري جزال أسيعوذ البيع والباقي سمحونا نجاوبوهم في اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله فيما يتعلق بأم فاطمة من ولاية عين دفلة وأم دينة من ولاية تيزيوزو سنعالج القضايا في الحلقة المقبلة بحول الله تعالى في عدد عنوانه المناسخة دكتور رسعيد نشكرك على رئيس سديد والرشيد ونلتقي بك خلال الأسبوع المقبل بحول الله وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر